السلام عليكم مرحبا بكم أخواتي في قناة عالم هبا إذا أول مرة تزوروا قناتي ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وزر تفعيل الجرس لكي يصلكم جديد فيديوهاتي فورا نزولها اليوم أحضرت لكم حبيباتي نوعين من الطونر حسب نوعية البشرة طبيعي يعطيك وهجان للبشرة ينعمها يعطيها رطوبة يشد التجاعد يزيلها يشد البشرة وكذلك يعطي منظر شبابي للبشرة لو كان الدومي عليه راح تتغير ملامح بشرتك تغير جذري ورح تلحظي ذلك بنفسك تابعوني أخواتي مع الطونر الأول الطبيعي الأول مكونات الطونر الأول اللوبان لبان الذكر لبان الذكر أو الكندر علك المر علك اللبان وليس المستيكا ممتاز نحتاج أن نعمل به طونر مزيل التجاعد يشد البشرة قابض للمسام مفيد حتى على دائرة العينين يعطيك يعني شد للبشرة ويعطيها منظر شبابي السعمليه دايما لن تندمي أطحنه هكذا وأضيفه إلى ماء الورد ماء الورد هكذا نضع قنينة ماء الورد في كوب هكذا نضع مقدار ملعقتين كبيرتين من مسحوق اللوبان لبان الذكر في ماء الورد هكذا هكذا ونحركها جيدا ممتازة هذه الوصفة تعطيك يعني بشرة رائعة أحركيه جيدا هكذا ضعيه في الإناء هكذا في إناء في كأس الماء الورد أتركيه الليلة كاملة وبعد ذلك أبدأي في استعماله بعد مرور 24 ساعة أبدأي في الاستعمال تعوكة تونر يومي مثال هكذا تغمسيها كذا بهذه الطريقة تخضيها دائما تخضيها هو يصبح مثل الحليب يعني مثل اللبن مثل الحليب هكذا أثناء أي استعمال خضيها خضي القنينة ثم ومسحيه على بشرتك بهذه الطريقة مسحيه على بشرتك دائما لأنه جديد بقية الحبيبات لكن بعد ليلة كاملة يصبح مثل الحليب سائل هو ممتاز كتونر ضحيه على البشرة على الرقبة على دائرة العيني لن تندمي واللي عندها حساسية من ماء الورد تستعمل في مكان ماء البابونج ننتقل الآن إلى التونر الثاني التونر الثاني أخواتي عبارة عن العسل وعصير الخيار بعدما نعصر الخيار هكذا خواتي نضيف له كذلك بلعقة كبيرة من العسل ثوائد تونر الخيار عصير الخيار مع العسل رهيبة على البشرة مزيل للتجاعيد قابض للمسام كذلك نظارة وتبييض وشد ممتاز هذا التونر شوفوا كيف يصبح ضعيف بقنينة ويخبأ في الثلاجة لثلاث أيام أو أربعة وبعد ذلك اسمعي كمية جديدة طريقة الاستعمال يوميا تأخذها كذا وتدهانها على البشرة كالتونر بهذه الطريقة كذا حتى على دائرة العينين على الرقبة على اليدين دائما أي مصد تستعمل على البشرة تستعمل على أيديكم مثلي تماما أتركه لمدة 20 دقيقة وأغسي ليه بماء بارد ثم أرطب يكرر هذا التونر يوميا استعملي 20 دقيقة يوميا وفيك تستعملي حتى مرتين في اليوم هو ممتاز هذه هي أخواتي الوصفتين الخاصتين بالتونر الأولى ممتازة والثانية ممتازة وكل واحدة حسب إمكانياتها متمنى تجربوها لأنه فعلا ممتاز وتعطي نتائج رائعة هذا التونر طبيعي إذا أول مرة ترجمة نانسي قنقر لا تنسوا تضغطوا على زر الاشتراك وزر تفعيل الجرس لكي يصلكم جديد فيديوهاتي فورا نزولها نشكركم حبيبتي على الدعم ونشكركم على ثقة ونشكركم على الانضمام إلى قناتي وإن شاء الله في مزيد من الوسفقات الفعالة لكم شكرا بزيزيز وإلى اللقاء